اشتركوا في القناة تستمر الانطلاقات والفعاليات في هذا السباق سباق سيد الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه ومع انطلاقة هذه الامسية امسية ميدان لبصير لسن الاجذاع من المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وهي الستة كيلو مترات انطلق على بركة الله وحفظه ثالث الاشواط في المجموع الشوط الثاني المخصص للاجذاع البكار للمشتريات والانتاج نسير بحضراتكم مع المقدمة نسير مع المركز الاول ومع اول المنطلقات متعبة بشعار الحميدي بن سالب بن هادي آلف هيدا المري يتصدر المشهد شعار ايضا باللفجح على المقدمة ننتقل للمركز الثاني المركز الثاني في هذه اللحظات غدير بشعار عبدالله بن محمد بن علي بن طفله المري يسير مع غدير على المركز الثاني ولكن سرعان ما ينخطف ثاني المراكز من قبل الشاهنية سعيد بن حمد او سعود بن عبدالله بن احمد النعيم ينتقل مع الشاهنية الى المركز الثاني ننتقل للمركز الثالث وصلت المتحدة بشعار محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري يقدم المتحدة على ثالث المراكز بينما المركز الرابع وصلت شرارة من تصل على رابع المراكز مقلة لشعار محمد بن مسعود بن هادي آل حباب الهاجري مع شرارة على المركز الرابع بينما شعار المبتكر يصل على خامس المراكز مع انطلاقة نوف لحمد بن علي بن صالح بن جرحاب المري هذه الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم لنعود ونتحول إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة حيثما يكون الانطلاق مع أول المراكز مع انطلاقة بن لفجح ومع انطلاقة متعبة لحميدي بن سالم بن هادي الفهيدة المري ينطلق مع متعبة على المركز الأول المركز الثاني شوف اللي تنتقل من الجانب الأيمن إلى مقدمة هذا الشوط اللي هي المتحدة محمد بن فاران بن عتي قالوا بريد المري مع المتحدة على المركز الثاني نقلتنا على المركز الثالث ثالث المنطلقات أيضا الشاهنية اسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع الشاهنية على المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت اللي وصلت وصلت اللي انطلقت شرارة محمد بن مسعود بن هادي الحباب الهاجري بينما المركز الخامس ايضا مع اول نداء تنطلق الشاهنية لسيد محمد بن سالب بن سعيد بن راشد يصل على المركز الخامس وما بعد الخمس اشوف الاسماء قادمة والشعارات يا السلام سيل جارف من الاجذاع يا مشاهدين قادم لا محالة مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي ومع هذا الاندفاع شوف التغيير على المقدمة نعود الى الصدارة اهالي بوسدرة يتحكمون بدفة القيادة مع انطلاقة المتحدة محمد بن فران بن عتيق شعار سطع نجمه في هذا السباق شعار رموز وشعار قاصد وشعار الاسماء الكبيرة التي قلت هذا الشعار عبر ايضا عبر ايام هذا المهرجان المركز الثاني المركز الثاني هذه ايضا اللي دعناها في المركز الخامس اراها تغير مباشرة الى المقدمة اللي هي الشاهنية لمحمد بن سالم بن سعيد بن راشد يغير مع الشاهنية الى المركز الاول بينما المركز الثالث المركز الثالث شعار النعيمي قادم على ظهر الشاهنية ايضا سعود بن عبدالله بن احمد النعيمي بينما المركز الرابع القادم في هذه اللحظات شرارة من تصل في هذه اللحظات محمد بن مسعود بن هادي الحباب الهاجري يقدم شرارة في هذا الانطلاق بينما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس المجنى لعلي بن حمد بن علي البريس المري وبمتابعة سالم بن علي بن حلفان ركز يا سالم ركز على انطلاقة مجنى في هذا الشوط نعود إلى المقدمة قطعنا نصف المسافة ولم يتبقى إلا مثلها لم يتبقى إلا ثلاثة كيلو مترات على خط النهاية والأمتار تتناقص ومع كل متر ينتقص أرى هذه الأسباب تزيد من سرعتها بحثا عن المقدمة بحثا عن نقطة ثمينة في سباق سيد الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه مؤسس قطر الجديدة انتقالة هنا إلى المقدمة والصدارة من قبل الشاهنية أسعود بن عبدالله بن أحمد إن عامي ينتقل انتقال جميل انتقال سلس إلى الصدارة مع انطلاقة الشاهنية ثاني المراكز ثاني المنطلقات أيضا للشاهنية الشاهنية والشاهنية على المركزين الأول والثاني ولكن بمتابعة محمد بن سالم بن سعيد بن راشد يتابع الشاهنية على المركز الثاني بينما المركز الثالث تصل الآن المجنى لعلي بن حمد بن علي المري شعار المبدع يبحث عن الإبداع والإمتاع في هذه الأمسية المميزة المركز الرابع الرابع الآن شرارة تصل أيضا تنقض على المركز الثالث محمد بن مسعود بن هادي الحباب الهاجري بينما المركز الرابع القادم مع أول نداء وإذاعة غدير عبدالله بن محمد بن علي بن طفلة المري يتقدم مع غدير على المركز الثاني بينما المركز الخامس تتأخر قليلا لله الشاهنية محمد بن سالب بن سعيد بن راشد الخمسة مراكز الأولى الخمسة نجوم التي ذعناها على مسامعكم بقيادة بن حلفان بقيادتي شعار المبدع من يريد أيضا أن يصول ويجول في هذا الشوط مع انطلاقة مجنى علي بن حمد بن علي المري ركز يا سالم ركز يا سالم على هذه الانطلاقة المميزة تمنياتنا لك بالتوفيق ولإخوانك المشاركين المركز الثاني المركز الثاني اللي غيرت اللي نقلت إلى الصدارة هذه أيضا انطلاقة شعار بن طفلة على ظهري غدير عبد الله بن محمد بن علي بن طفلة المري وأيضا ارصد اللي غيرت ارصد اللي انطلقت شعار بن حباب أهالي أيضا منطقة بني هاجر يغيرون إلى المقدمة يغيرون إلى المركز الأول مع انطلاقة شرارة محمد بن مسعود بن هادي يا الحباب الهاجر يغير إلى عرش الصدارة كيلو ونصف الكيلو يا متأخرين يا مشاركين مع شرارة على المقدمة الثانية أيضا المجنى مجنى على المركز الثاني علي بن حمد بن علي اللي بريس المري وبمتابعة المبدع المبدع يتابع مجنى حمد بن علي بن حلفان المركز الثالث الثالث غدير عبد الله بن محمد بن علي بن طفلة المري المركز الرابع الرابع أيضا مع هذا الانطلاق الشاهنية محمد بن سالم بن سعيد بن راشد بينما المركز الخامس وصل شعار المبتكر وصل هذا الشعار الممتاز على ظهر نوف نوف تصل نوف حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري مع افتتاحي آخر كيلو متر الكيلو الأخير الكيلو متر الأخير بانطلاقة بن حلفان بانطلاقة مجنى من تطير إلى المقدمة تطير بالصدارة المبدع حمد بن علي بن حلفان يفرض السيطرة يعلن انطلاق مجنى بدون أوامر ولا تعليبوت بسم الله ما شاء الله السلام هذا العرض وإلا فلا هذا الانطلاق المبدع وإلا فلا يا مالك مجنى يا مالك مجنى علي بن حمد بن علي البريس المري السلام التوقيت الزمني يبدو أن في خطر يا بن حلفان مع هذا الانطلاق مع هذا الإقلاع خمسمية متر والمجنى تعلن التحدي تعلن الانطلاق بهذا الأداء الجميل بهذا الشكل الأجمل ما شاء الله وتبارك الرحمن المبدع إذن يفرض سيطرته يبصد سيطرته في هذا الشوط يضرب بيد من حديد على شوط الاجذاع الثالث المركز الثاني من القادمة ارصد هذا الانطلاق أيضا مع الشاهنية محمد بن زالب بن سعيد بن راشد ولكن خلاص مجنى وادعت الجميع وادعت جميع المشاركات لتعلن أنها الأقوى أنها الأبرز أنها الأجدر بانتزاع هذه النقطة سلام يا المبدع سلام سلام لمجنى ولمالك مجنى علي بن حمد بن علي البرئيس المري من انتزعت هذا الشوط المركز الثاني كان من نصيب الشاهنية محمد بن سالم بن سعيد بن راشد المركز الرابع كان مع سلالة نعطي أفهم سلام ترجمة نانسي قنقر